اشتركوا في القناة 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 ايوه بالظبط ونرفع الجازع الاعلى وفيه تمرين تاني بينام على ظهره اللي هو بدأ اضغط على فقرات ظهري وانا بقوم صح كده؟ اه مفروض يوميا اقل خمسين مرة خمسين مرة؟ اه عشان او اعداد الظهر اه وفيه تمرين تاني بينام العيان على ظهره وبيتني ركبه ويبتدي يرفع المقادة الاعلى ده اللي اتنين للقاطنية؟ اه بالظبط كده اه التمرينات دي لو اتعملت خمسين وخمسين يوميا اقلام الضهر اه بتقوي على الظهر اه لانه ده اللي بيحافظ على العمودة الفقرية طب ايه الاسباب تانية غير عدم طبعا فيه اسباب تانية ممكن الجلوس بترقى غير صحية يعني انو بس انا دايما انا من الناس اللي دايما بعض ايه يعني اه كده طول الوقت منحنية كده لان ده بيخلى العضرات تشتغل يعني ايه فعليها سترس عليها فعليها ضغط على ايه بقى القاطنية؟ القاطنية وعلى فقاط الرقبة طب انا ازاي اقدر افرق بين الام الظهر يعني ازاي؟ بفرق بين الام الظهر ان انا العيان لما بيجيلي طبعا فبنعمله التشخيص عن طريق ان احنا بنشوف التاريخ بتاعه تاريخ المرضي حصل الاصابة ازاي؟ لو طلبنا منه اشعات ممكن اشعات عادية او رانين مناطيسي بحس ان احنا نشوف هل فيه مشكلة في الفقرات طبعا لو عيان سنه كبير بنعمله اشاشة اعظام هل قال فيه عنده هشاشة لانه ممكن نتيجة سقوط متكرر ممكن يؤدي الى كثور في العمود الفقري اه لو احنا شكينا ان فيه عندنا انزلاق قدروفي بنعمل حاجة اسمها رسم عصب او رسم عضلات بنشوف هل فيه ضغط على العصب ولا اه يعني وتشوف بقى طبعا ظروف العمل بتاعته هل هولو بنحاني كتير هل بيشيل الحاجات التقيلة كتير كل ده بيشيل الحاجات التقيلة كتير دي بيبقى عليها اه طبعا بس هي فيه ترقية صحيحة ازاي يعني انشيل الحاجات التقيلة اه يعني ستريت ووطي برين لا هو مفهود بنحطيش نحطيش وشيل الحاجة لان ده بيك كده بيحمل على الفقرات التقيلة يحمل على الفقرات طب فيه اوزان معينة لو زدنا عنها مستحيل حتى لو انا تنيتروك بيتي برضو هحزين مفهود ان انا اشيل اللي قدر مش فقطاتي اه مش فقطاتي اه حام فقطاتي هبتزل مجود زيادة فهبتزل حمل على الفقرات ممكن يؤدي الغدروف الغدروف اه اه طيب احنا معانا سور كده يريت الكنترول يعرضها لنا ده اللي هو العمود الفقري اه زي ما اشعت حدك ده الفقرات العنقية ليه سبع فقرات عندنا الفقرات الصدرية ليه 12 فقرة وبعده كان عندها الفقرات القطنية وبعده كده العجازية هي القطنية قبل العجازية صح كده اه بالظلط كده اه 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 لصورة الرابطة اهو اه ايه اكتر حاجة حساسة يا دكتور في العمود الفقر؟ يعني القطنية اكتر حاجة مثلا ولا العجازية؟ ايه اكتر حتة حساسة جدا؟ الفقرات القطنية لان هي عليها الحمل الكبير اه لان ما بنشيل الحاجات التقيلة هي عليها تحمل اكتر الفقرات القطنية اه واللي فيها مشكلة اكتر و ايه السبب؟ و ده جسم الفقرة نفسه ده جسم امامي و ده في نتوقات تتكز على عضوات و في عندنا اللي هو الجزء الخالفي ده ده بيعملنا حاجة اسمها المأمر اللي هو الشوكي اه و ما بين كل فقرة و فقرة في حاجة اسمها الديسك الديسك؟ اه اللي هو الغضروف اه ايه الجهز ده؟ ده الجهز ده جاسس من موجات فقساطية ده منصنمه في حالات العلاج للضهر ده علاج يعني للضهر؟ اه علاج للضهر؟ اه علاج للضهر؟ لا اه ممكن بنعالج فيه الفقرة القنونية و الفقرة العنقية هي المعضور عمودة فقرة عمتا كله اه و ده جهاز اسمه هو ده غير التاني صح؟ اه ده جهاز اللي هو الكافيتشن ده بننصننوه في التفتيشن اسمه ايه دكتور؟ كافيتشن كافيتشن او كايو ده نصننوه لتفتيت الدهون خصصا في منطقة البطن لا معلش ثانيا واحدة و ايه علاقة تفتيت الدهون بالضهر؟ اه حالا في الوقت المنطقة البطن لما يكون فيها زيادة وزن بتعمل تحميل على الفقرة القنونية واللهي ? اه طبعا الوزن لي علاقة بالضهر؟ اه طبعا الوزن ده بيأثر جدا على الفقرات القنونية كويش بشهو cousins اللي بتتفرج عليناها تبقى فاهما يعني ده معناه اي حد وزنه زيدي دكتور لازم يكون يستيكي من ظهره؟ اه يعني المعظم المعظم لخصوص مع الفاضات طويلة الجهاز ده بقى بيفتت الدهون فبيعالج الظهر ده 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 سلم خشبي ده العيام بيوقف عليه بيقام تدي ضهره ليه بقى عشان يفرض العمود الفقري يبتدي يقف ويمسك ده ويسيب رجليش الحاجات دي جديدة يا دكتور لا موجودة ده مش جديدة صنع موضوع السلم الخشب ده أول مرة أسمع عنه واشوفه ده عشان يفرض عضوات الأمود الفقري طب وهل السلم الخشب ده من مرة واحدة؟ لا بنعمله مع كل جلسة يعني زي العلاج الطبيعي مع الجلسة هفسها مع الجلسة ممكن بعد قدقيل المريض يحس بتحسن يعني ممكن من 6 جلسات ل 12 جلسة على حسب ده بالجهاز الخشب بس ولا عموما معالدة الضهر بتاخد الوقت ده مثل الأجهزة مع التمارين مع السلم الخشب طب الجهاز ده ايه؟ ده بدك تفديد دهون بدك عندنا موجودة المركز بتاعنا ده بدك كافتيشن وكرايون تفديد دهون برده؟ اه علشان برده الدهون اللي ما تأثرش على الظهر طب هي بتأثر على ايه في العمود الفقر؟ ايه قطنية ولا يعني ايه؟ ولا على العمود كله؟ لا هي أكتر منطقة منطقة قطنية البطن بتأثر فرقات صورة دي؟ اه ده عيان عندنا كان بيعمل جلسة اه طب قول لي يا دكتور كل الألام اللي بتقفل ظهر ممكن تتعالج بالعلاج الطبيعي ولا في حاجات اللي لازم عمليات؟ تدخل جراحي تدخل جراحي ده لما يكون العيان في محة متقدمة اهمل مثلا؟ اه حصل اهمل وبتدى بدك ان هو بيشيل حاجات تقيلة كتير وبيوف كتير فابتدى بقى ان فيه ألام شديدة ابتدى ان فيه ضغط جامل على العصب حصل بقى بتدى يشتك من سقوط آدم بتاعه عدم تحكم في البول والبراز كل الحاجات دي هو معلش ايه علاقة التحكم في البول والبراز بالضهر؟ اه لما هو العصب بتاعت الرجلين طلع من الفقرات القطنية اه فلما يكون فيه غضروف او انزلات كفقري متقدم بيبتدى يضغط العصب فبقاش فيه تحكم خلاص في العصب معقول؟ ألام الضهر ممكن تسبب ده؟ اه لو حال متقدمة لو متعلجتش انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كلنا النصريين عمتا بيهملو جدا موضوع ألام الضهر داني انا عملي بشوفت حد واقعدت معاه اللي ما بيشتكي من الضهر انما محدش بيجازف ان هو يروح لدكتور ويهتم بالمشكلة دايما بنوصل للمراحل الاخيرة نبدأ نتحرك لما نبقى خلاص بقى فعلا احنا عادينا على السرير مش قادرين نقوم من مكاننا ونروح شغلنا فنبدأ نتحرك ده طبعا غلط اه طبعا وده ممكن يؤدي ان لو كنت في الاول رحت ممكن اعالج طبيعي والدنيا تمشي انما انا بروح في مرحلة ان انا لازم تدخل جراحي ممكن يكون نفس العرض اهماله هو اللي وصل للجراح صح كده طب ممكن العرض لو ما اهملناهوش وتفر بقى هو ايه العرض يتعالج علاق طبيعي ولا في اعراض حتى لو من بدايتها الدنيا حتبقى صعبة ان احنا نعملها في بدايتها ممكن هو بيروح للدكتوري العظام الاول او دكتوري المخ وعصاب طبعا بيديه علاجات في الاول عشان علاج الالم الحاد اه وبعد كده بيتم تحويله الاخصال لك طبيعي عشان بنعمله اللي هو الجلسات لك طبيعي عشان تخفيف الالم والتوتر العضلي ومع التمارين لتقوية العضلات اه طب دكتور دايما الستات الحوامل بيشتكوا دايما من الام الضهر ده بيبقى ليه اه حوامل طبعا في فترة الحمل بيحصل مع نتيجة الهومانات الحمل بيحصل ضعف في الاربطة والعضلات اه تاني حاجة كمان زيادة الوزن فيه حوامل كتب جدا بيزيد وزنهم بزيادة مضطردة في الاسناء الحمل فزيادة الوزن بتعمل فزيادة الوزن طبعا بتأثر جدا عضلات الضهر اه والفقرات القضانية اه تاني حاجة كمان ان الجنين نفسه بيعمل بيعمل وزن بيعمل حمل اه اه وبيغير مركز السوق للجسم وبيعمل زيادة انحناء في الاربطة طب ده اي حل لها يعني لو الحامل عايزة على الاقل الدنيا تبقى هادية شوية في وجه الدهر ده لها حل اه او او ده طبيعي خلاص لازم نحسي في المستحبات لا 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 فيه عندنا بدك الاجهزة بتعمل تخفيف للألام الدهر ومع ان احنا بنعمل نصايح انها ده برنامج غذائي حيثنا وزنها ميزتش كمان احنا عندنا ممكن نقولها شوية تمرين انها بتعمل شفط البطن مع التنفس بطريقة هادية بحيث انها تم استرخاء للعضلات مع شد العضلات للحوط نورتنا دكتور احمد في صباح السعيدة وان شاء الله تنورنا تاني ونستفيد منك بكم معلومات تاني لان الموضوع فعلا شغل الناس كتير جدا ومهم جدا نورتنا نطلع فاصل الفيديو للفقرة التانية ونرجعلكو تاني استنون اشتركوا في القناة